تجددت المعارك في اليمن رغم أجواء التفاؤل التي سوق لها بعض المسؤولين الغربيين والإقليميين مستندين إلى إعلان ميليشيا الحوثي وقف هجماتها الصاروخية ضد الرياض وأبو ظبي مقابل ترحيب من قبل السعودية والإمارات التي أعلنتا وقف كل أشكال التصعيد العسكري في مدينة الحديدة اليمنية تفاؤل عبر عنه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بالقول إن ثم تبريق أمل ناتج من تصاعد الضغوط الدولية على إيران التي بدت غير معنية بالانخراط أكثر في هذا النزاع في مقابل رغبة سعودية في إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنين تجدد المعارك في الحديدة لا شك بأنه يخلط الأوراق ويلقي مزيدا من العقبات في طريق المبعوث الأممي مارتيني جريفيد الذي وصل إلى صنعاء في سياق جهوده لتهيئة الأوضاع من أجل إحياء مفاوضات السلام عبر المحادثات المزمع عقدها في السويد مطلع الشهر المقبل غير أن أولويات جريفيد في صنعاء على الأرجح تغيرت فبات على الرجل أولا إطفاء النار التي اشتعلت مجددا في الحديدة وإلا امتدت لتحرق جهوده لاستئناف التفاوض في ستوك هولم لتلحق بسابقاتها الفاشلة في جنيف من جانبها تسعى القوى الغربية لإنهاء الصراع في اليمن عبر مشروع قرار بريطاني أمام مجلس الأمن الدولي يدعو إلى هدنة فورية في الحديدة ويحدد مهلة أسبوعين للمتحاربين من أجل إيصال المساعدات إلى البلد الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة وأمام تقارير المنظمات الإنسانية التي تتحدث عن وفاة نحو 85 ألف طفل تحت سن الخامسة جراء الجوع الشديد منذ بدء الحرب هناك في اليمن الذي يقف الآن على حافة مجاعة كبرى فإن المجتمع الدولي يبقى أمام مسؤولية وقف الحرب وفتح الأبواب أمام حل سياسي يضمن لليمنيين استقرارا يسمح بتوجيه الجهود نحو حل للمشكلة الاقتصادية في البلاد